اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 5523 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهو معدل يومي قياسي جديد منذ انتشار الجائحة في البلاد فيما وصل عدد وفيات كورونا الى 1147 حالة وصدقت الحكومة الاسرائيلية على اغلاق المدارس في جميع انحاء البلاد ابتداء من صباح الخميس تماشيا مع التوصية الصادرة عن منسق شؤون كورونا روني جامزو وتم اتخاذ القرار بتوجيهات من رئيس الوزراء الاسرائي بنيمين نتنياهو ويشمل القرار وايضا اغلاق الروضات الخاصة ورياض الاطفال فيما سيتواصل انتظام الدراسة في التعليم الخاص علما ان البلاد تدخل في اغلاق شامل اعتبارا من ظهر الجمعة ويستمر لثلاثة اسابيع اشتركوا في القناة